فيديو مهم للأهل وأولادهم إذا ابنك مع ايفون أو ايباد بتقدر تمنعه ينزل أي تطبيق بنزل أي شيء غير إخلاقية أو غير منيحة على تليفون والآيفون أو الآيباد وكمان تمنع يفوت على أي ويبسايت كمان غير إخلاقي على الآيفون أو على الآيباد كل ما عليك بتعمله بتفوت على الإعدادات عنده على الآيفون أو على الآيباد وبتنزل لتحت توصل على مدة استخدام الجهاز بعدين بتفوت بتعمل كلمة سار بعدين بتفوت على قيود المحتوى الخصوصية بعدين بتفعل قيود المحتوى الخصوصية وبتفوت على قيود المحتوى وعدين على التطبيقات وهون انت بتحدد له التطبيقات اللي بتنزل لأي عمر محدد 4 سنين ولا 9 سنين أو أكتر بعدين بترجع لورا بتفوت على محتوى الويب وهون بتحط له انت أي ويب لازم يفوت عليه وتسمح له فيه غير مقيد كل الروابط بقدر يحطه ويفوت على أي ويب وفيه تقييل مواقع ويب البلغين وفيه المواقع الإلكترونية المسموح بها انت بتحدد له إيها وحابوا انت مايفوت بالمرة على سفاري ومايفوت على أي موقع بتفوت على تدبيقات المسموح بها وبتوقف له سفاري بهالطريقة سفاري معاش يبين عنده على آيفونه أو على الآيباد جربوهون وعطوني رأيكم فيهون وما تنسوا أي شخص عنده مشكلة بالآيفون يكتب لي بالتعليقات وإن شاء الله بأسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحلنه مشكلته